يوصل معرض صنع في الدميات للأثاث فعليات في قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصرة ويضم المعارض 74 عرضاً لعرض مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياتية للسمع العالمية يستمر العشرات من أصحاب مصانع وورش الآثاف بمحافظة دميات في عرض منتجاتهم من الأخشاب الطبيعية في تصميمات ترافية وعصرية أمام سكان القاهرة الكبرى بمعرض صنع في دميات الأثاث في قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر بالنسبة للمميزات هنا المكان فوق الوصف كتير جداً بالنسبة للعرض والعارضين والإدارة بتاعة المعارض ناس محترمة جداً بيتحد الصعاب كلها عشان يريحونا في العرض بالنسبة للتسويق التسويق هنا محترم جداً وإحنا من ناحيتنا بنعمل عروض كل فترة وإحنا نزلين بنعمل عروض عشان ننشط عملية التسويق بالنسبة للمنتجات بتاعتنا في دميات إحنا بنعمل أحلى جودة وأحلى حاجة يعني أنت لو صارت حضرتك الموبيلي شغل بسم الله ما شاء الله خشب زان روماني مبخر أخذ بال حضرتك وبنصدر بارة كمان السعودية الأمارات أخذ بال حضرتك شغل على مستوى يعني الحمد لله فضل الله من عنده ربنا إن شاء الله جبنا شغل لمصنعنا في القهرة يعني جينا جبنا المنتج لما الحدق لما هنا لما المكان يعني وصلنا للعميل تمام إحنا جبنا شغل المصنع وبنبيع بسعر تكلفة عشان حقق مباعات أكتر بالإضافة لمباعات إحنا عاطين جودة ممتازة جداً المعرض في نسخته السادسة عشر منذ 2016 ودورته الثالثة هذا العام يضم أربعة وسبعين عارضاً لأرض مجموعة متنوعة من الأثاث الضمياطي الفاخر في السمعة العالمية مثل غرف النوم والصالونات وغرف المعيشة وسط تقفضات وعروض مختلفة وأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري الشغل الضمياطي طبعاً لا يعود عليه في مصر الناس معاناً كويس جداً يعني فحبنا بقى بداية بنسافر نخذ المشواردة كله لأ نيجي هنا بقى نتفرك ونشوف وأنا بسم الله ما شاء الله شايف في خامات حلوة جداً وفي موديلات ممتازة جداً موديلات جميلة متنوعة الأسعار معقولة جداً بالنسبة اللي احنا بنشوفه برة الأسعار جميلة جداً خشب متين كل حاجة فيها جميلة ويأتي تنظيم معرض صنع في ضمياط للأثاث في إطار التنسيق والتعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحافظة ضمياط ويفتح المعرض أبوابه للزوار من العشرة صباحاً للعشرة مساءً وحتى السابع عشر من ديسمبر إذن هي مجهودات لا تتوقف من الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية للنهوض بقطاع الآفاف مما يساعد على توفير فرص عمل وفتح آفاق تسويقية جديدة داخلياً وخارجياً كريم بيبرس التلفزيون النصري